السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا أعزائي طلاب الصف الحادي عشر ودرس بعنوان الترانزستر أعزائي الطلاب في البداية نتعرف على أهداف الدرس حيث يتوقع من الطالب في نهايته أن يكون قادرا على أن يعرف الترانزستر تعريفا صحيحا أن يعدد أنواع الترانزستر ويوضح تركيب الترانزستر درست فيما سبق الوصلة الثنائية وعرفنا أنها أداة إلكترونية تصنع من مادة شبه موصلة من السيليكون أو الجرمانيوم وتسمح بمرور الطيار الكهربائي في اتجاه واحد كما تعلمنا ولها طرفان وهما مصعد أي القطب الموجب أو positive والمهبط وهو السالب أو negative هذا هو شكل الضيود ويرمز له بهذا الرمز الكهربائي حيث يمثل هذا المثلث positive type وخط المستقيم يمثل negative type وكانت الوصلة الثنائية عبارة عن النوع P يحتوي على شحنات موجبة كما تلاحظون والنوع إن شحنات سالبة وعند إحامهما معا تتكون منطقة بين النوعين تسمى بحاجز الجهد كما درسنا الترانزيستور أعزائي الطلاب هو عبارة عن أداة إلكترونية هذه الأداة تتكون من وصلتين ثنائيتين ولها ثلاثة أطراف وصلتين ثنائيتين كما تشاهدون هاتان الوصلتان عند اتحادهما من جهة المهبط يتكون لدينا نوع من الترانزيستور يسمى بالنوع P على اليسار ون في الوسط ثم P على اليمين ويتكون من ثلاثة أطراف طرف positive الطرف الآخر positive وطرف سالب أو negative أيضا أعزائي الطلاب يوجد نوع آخر من الترانزيستور ويرمز له بالرمز NPN أيضا يتكون من وصلتين ثنائيتين ولكن يتحدى معا أو يلتحمى عند البلورا الموجبة فيكون من النوع NPN وأيضا له ثلاثة أطراف أطراف الترانزيستور كما تلاحظون أن الترانزيستور له ثلاثة أطراف أحد هذه الأطراف يسمى الباعث والطرف في المنتصف يسمى القاعدة أو base والثالث يسمى المجمع أو المجمع ويكون للترانزيستور ثلاثة أطراف وهي الباعث والقاعدة والمجمع ويمكن اعتباره حلقة وصل بين دائرتين أنواع الترانزيستور أعزائي الطلاب لدينا نوعين من أنواع الترانزيستور النوع الأول هو من النوع NPN وهذا النوع كما ذكرنا أعزائي الطلاب يتكون من وصلتين ثنائيتين وهو الأكثر شيوعا وذكرنا أن هاتان الوصلتان يتحدى عند المصعد الوصلة التي على اليسار تتحد مع الوصلة على اليمين عند المصعد فتكون المنطقة في المنتصف من النوع الموجب لذا يسمى من النوع N على اليسار P في المنتصف القاعدة ثم N على اليمين هذا النوع عزائي الطلاب يرمز له بهذا الرمز C المجمع E الباعث وفي المنتصف القاعدة أما عن السهم الذي على الباعث فإنه يدل على اتجاه مرور التيار الإصطلاحي كما نعلم أنه من الموجب إلى السالب المجمع N سالب الباعث سالب والقاعدة من النوع الموجب فيمر التيار بين القاعدة والباعث على حسب هذا الاتجاه أعزائي الطلاب هذا النوع يمكنه التحكم في مرور التيار حيث يمكن استخدامه في دائرة كالموضحة بالشكل وكما سنعرف تفاصيلها بعد ذلك في فتح وغلق الدائرة هذا النوع عزائي الطلاب يمكنه التحكم في مرور التيار وذلك عندما تكون الوصلة بين ال-P وال-E إنحياز أمامي كما سنعلم فعند مرور التيار بالقاعدة تيار ضعيف بالقاعدة تمكن الدائرة من مرور التيار بين المجمع والباعث وهذا هو التيار الأساسي للدائرة أيضا عند منع طيار القاعدة فإنه يتم منع الطيار بين الباعث والقاعدة لذا ذكرنا أن إحدى وظائف الترانزيستور أنه يعمل كمفتاح إلكتروني في الدوائر الكهربائي وأما عن النوع الآخر فهو من النوع PNP حيث تكون أطراف الترانزيستور من النوع الموجب والقاعدة من النوع السالب وهنا أيضا يمكنه التحكم في مرور التيار ويتكون أيضا من التحام وصلتين ولكن موضع الالتحام يكون عند المهبط في المنتصف فتكون القاعدة سالبة والمجمع والباعث من النوع الموجب ويرمز له بهذا الرمز حيث الباعث P موجب المجمع موجب والقاعدة من النوع السالب وهذا السهم يتجه حسب اتجاه الطيار الإصطلاحي الترانزيستور والمفتاح الكهربائي عزيزي الطالب هل سألت نفسك يوما لماذا لا يمر طيار كهربائي في الدائرة الكهربائية إذا كان المفتاح هكذا بهذا الوضع أي مفتوح لا يمر طيار لأن في هذه الحالة تكون المقاومة كبيرة جدا وبالتالي لا يستطيع الطيار المرور بين هاتين النقطتين ولكن يمر طيار إذا كان وضع المفتاح هكذا بسبب نقص المقاومة بين هاتين النقطتين عزيزي الطالب يمكن التحكم في مرور الطيار أو عدم مرور الطيار الكهربائي من المجمع إلى الباعث ويرمز له بالرمز ICE وذلك بتغيير هذه المقاومة التي هي بين المجمع والباعث كيف ذلك بتغيير التيار على القاعدة؟ حيث أنه يمكن تغيير هذه المقاومة بين المجمع والباعث من 1 أوم إلى مليون أوم عشر باور سيكس أوم خلال جزء من مليار من الثانية وهذا الأمر يمكننا من استخدام الترانزيستور كمفتاح لغلق وفتح الدوائر آلياً دون الحاجة إلى التحكم اليدوي ملخص الدرس درسنا في درس اليوم الترانزيستور وماذا درسنا أولاً ما هو الترانزيستور ومما يتركب الترانزيستور وما أنواع الترانزيستور وتعرفنا أن الترانزيستور يتكون من نوعين أحد هذه الأنواع التي هو أمامنا من النوع PNP حيث يكون موضع الالتحام وهو القاعدة عند المهبط وعرفنا أن هذا النوع يرمز له بهذا الرمز حيث يكون السهم بين الباعث والقاعدة متجه إلى القاعدة لأن الباعث من النوع P والقاعدة من النوع N وتعرفنا أن هذه الأسهم تدل على اتجاه مرور التيار هذا هو التيار بين القاعدة والمجمع وهذا التيار بين المجمع والباعث أيضا النوع NPN والذي تكون فيه القاعدة من النوع P بمعنى أن موضع الالتحام يكون عند المصعد ويرمز له بهذا الرمز حيث يكون السهم متجه من القاعدة إلى الباعث لأن القاعدة من النوع P والباعث من النوع N ويشير إلى اتجاه التيار الإصطلاحي أسئلة وتدريبات سؤال ما اسم هذه الأداة الموضحة بالرسم؟ نعم الترانزيستور نحاول إيقاف الفيديو والإجابة على هذه الأسئلة من خلال الشكل التالي حدد نوع الترانزيستور بما أن القاعدة من النوع P إذن لابد أن يكون المجمع والباعث مختلفين عنها فيكون من النوع N وبالتالي تكون الإجابة NPN أي الأدوات التالية تستخدم في تقويم التيار؟ حسنتم الديود أو الوصلة الثنائية ما نوع الترانزيستور الموضح بالشكل؟ نستطيع أن نفرق بين أنواع الترانزيستور من هذا السهم أعزاء الله حيث أن هذا السهم يدل على اتجاه التيار الإصطلاحي من الموجب إلى السالب وبالتالي يكون المجمع بنفس شحنة الباعث فيكون من النوع NPN وإلى هنا أعزائي الطلاب قد انتهينا من درس اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته